أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن مستعد لمواجهة الإرهابيين ومحاربتهم أينما كانوا للقضاء عليهم بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحول الهجوم الكيموي الأخير في خانشيخون السورية شدد جلالة الملك على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي المسئولية الأخلاقية للتعامل مع هذه المأساة الإنسانية البشعة التي طالت المدنيين في سوريا تصريحات جلالته جاءت خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تناولات مختلف القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا التقرير التالي وأبرز ما جاء في هذه المقابلة الأزمة السورية والقضية الفلسطينية على أبرز محاور مقابلة جلالة الملك مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فاحتلت الأزمة السورية وتداعيتها على الأردن حيزا كبيرا من أسئلة الصحيفة لجلالته جرالة الملك أكد أنه فيما يخص الهجوم الكيموي الأخير في سوريا هذا الأسبوع فأنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية الأخلاقية للتعامل مع هذه المأساة الإنسانية البشعة التي طالت المدنيين في سوريا جرالته أضاف وردا على سؤال حول إن كانت الهجمات على المدنيين في سوريا كان وراءها الرئيس بشار الأسد حيث أكد أن هذا الموضوع يعالج ضمن سياسة موحدة إزاء ما هو مقبول وما هو مرفوض جرالته أكد أنه لا يمكننا التركيز على سوريا والعراق فقط فإنما تواجد الإرهابيون يجب محاربتهم مشددا على أن الهجوم الكيموي الأخير في سوريا مأساة إنسانية بشعة طالت المدنيين القضية الفلسطينية كانت حاضرة وبقوة خلال مقابلة جلالته حيث أكد جلالته أن الرئيس الأمريكي أبدأ حرصا شديدا على إيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلية بالسرعة الممكنة حيث أكد جلالته أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يؤجج التطرف في المنطقة فيما شدد على أن لا بديل عن حل الدولتين وأضاف جلالته حول خطورة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس أنه سيكون هناك عواقب لو جاء مثل هذا القرار معزولا عن أي إجراءات أخرى أكثر شمولية وفي ختام المقابلة وفي رد على سؤال عن أكثر ما يقلق جلالته قال الوضع الاقتصادي لشعبي